أعلن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن روسيا ستسلم بيلاروسيا في الأشهر المقبلة صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية وخلال استقباله رئيس بيلاروسيا أليكساندر لكاشينكو اقترح بوتين المساعدة في تطوير سلاح الطيران البيلاروسي في المصانع الروسية لافتاً إلى أنه سيتم تزويد بيلاروسيا بأنظمة صواريخ إسكاندر أم في غضون أشهر قليلة الغرب بشكل عام والأمريكيون يحتفظون بنحو 200 وحدة ذخيرة نووية معظمها قنابل ذرية في ست دول أوروبية تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو وذلك من أجل استخدامها المحتمل ولهذا جهزوا أكثر من 200 طائرة ليست فقط أمريكية وإنما من دول مختلفة وهذه الطائرات توجد في دول مختلفة في أوروبا روسيا مستعدة لرد بالمثلك كنا نعتقد أنه لا داعي لذلك في الوقت الحالي غير أنني أوافقكم الرأي بأنه يجب أن نضمن أمن بلداننا رجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستوتنبرغ أن تنتهي الحرب بأوكرانيا عن طريق المفاوضات وقال ستوتنبرغ أن الحلف ليس في حرب شاملة مع روسيا رغم دعمه لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا وأوضح أمين عام حلف الناتو أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقديم دعم عسكري واقتصادي قوي وتعزيز العقوبات على روسيا مؤكدا أنهم يقدمون المساعدة للأوكرانيين قالت هيئة الرقابة النووية الأوكرانية أن القصف الروسي ألحق أضرارا بمنشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد وأضافت الهيئة الحكومية أن القصف لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الواقود النووية وأوضحت أن مستويات الإشعاع النووي بالمنطقة ما زالت ضمن حدودها الطبيعية مرجحة احتمالية حدوث أضرار جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمان النووي والإشعاعي بسبب قصف القوات الروسية قال الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية أكملت انسحبها من مدينة زفردوناتسكا الستراتيجية بشرق أوكرانيا من جانبه أكد رئيس بلدية زفردوناتسكا أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط المواجهة بشرق أوكرانيا كانت القوات الأوكرانية في زفردوناتسكا قد طلقت أمرا بالتحرك إلى مواقع جديدة والقيام بانسحاب تيكتيكي مع اشتداد القصف على المدينة أعلن حاكم منطقة ليفيف مكسيم كوزيتكي أن ضربة روسية على قاعدة يافوريف العسكرية في غرب أوكرانيا أصفرت عن إصابة أربعة أشخاص وأضاف كوزيتكي أن ستة صواريخ أطلقت من البحر الأسود أصابت أربعة منها القاعدة وتم اعتراض صاروخين وتدميرهما قبل أصولهما إلى الهدف كان هجوم على منشأة التدريب العسكرية القريبة من يافوريف بمارس الماضي قد أصفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 130 آخرين وفقا لمسؤولين أوكرانيين أكدت روسيا أنها قتلت ما يصل إلى 80 مقاتلا بولنديا بقصف استهدف شرق أوكرانيا حيث تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية وروسية وقالت وزارة الدفاع الروسية في بياد لها إنها قتلت ما يصل إلى 80 من المرتزق البولنديين ودمرت 20 مركبة قتالية مصفحة وثماني قاذفات صواريخ جراد متعددة في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميكاتيكس في منطقة دونتسك وتشهد هذه المنطقة معارك عنيفة منذ بدء التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وضعاتيكس في ضربات عالية الدفاع اللقاء ترجمة نانسي قنقر